خمسة مليار دولار انفقت على عمليات الإغاثة ويمنيون يضطرون لأكل أوراق الشقر معادلة مفجعة في اليمن تطرح سؤالا عن مصير تلك المريارات وعن أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية مقارنة بشهر يونيو الماضي رصد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بيانات سبتمبر المنصرم معيدا أسباب ارتفاع السلع الأساسية إلى تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وأسعار النقل ورفع كلفة الإتاوات غير القانونية وزيادة أسعار المشتقات النفطية بالإضافة إلى فرض ميليشيا الحوثي ضرائب إضافية على المواد الغذائية فضلا عن غياب دور الأجهزة الأمنية وفق مؤشرات مركز الإعلام الاقتصادي فإن صنعاء كانت الأولى في مرتبة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية تلتها الحديدة ثم تعز وكانت مأربهي الأدنى وسجل المركز نسب هبوط قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية مؤكدا أن التراجع الكبير للعملة المحلية كان في شهر سبتمبر الماضي الحرب المستمرة خلفت أزمة إنسانية جعلت أكثر من 22 مواطنا تحت تهديد الجوع وفق الإعلام الاقتصادي فإن الجوع أصبح واقعا في مديرية أسلم بحجة حيث تم تسجيل عشرين حالة وفاة في وقت يتخوف فيه ما يقارب الخمسة مليون طفل من شبح المقاعة فيما يبدو فإن التقارير الدولية والمحلية تستمر في رصد بيانات الأزمة الإنسانية وضحاياها وتحذر من خطورة استمرار ثالوث الجوع والفقر والمرضة لكن المتأكد منه أن مراوحة اليمن بين الحرب والسلم ستنتج المزيد من قتل الحرب وضحايا المجاعة ترجمة نانسي قنقر